الظاهرة النفاق ظهرت أول ظهور للنفاق وأول وجود لظاهرة النفاق في الأمم الإسلامية بعد غزوة بدر مباشرة قبل غزوة بدر لم يكن هناك نفاق حتى عندما قامت دولة الإسلام وعندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام مسلمين، مهاجرين وأنصار، يهود ومشركين هؤلاء المشركين عبد الله بن أبي بن سلول كان منزال مشركاً، بقي مشركاً إلى ما بعد بدر لأن حتى تلك الفترة كان المسلمون ليس ظاهراً حقيقة التمكن لذلك غزوة بدر كانت فرقاناً غزوة فرقان بين الحق والباطل وإظهار كل الحقائق الآن بعد أن حدثت غزوة بدر شعر هؤلاء المشركين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول بأن هذا الكيان أصبح كياناً يفرض نفسه بالقوة وقد هزم هؤلاء المشركين إذن لابد من تغيير تكتيك المواجهة طبعاً هم يعني هم دخلوا في الإسلام طبعاً آه طبعاً لم يجبروا يعني أنا قلت هو الآن لأن وفيقة المدينة غيروا التكتيك غيروا تكتيك المواجهة كان ما عندهم مشكلة أن يواجهوا المسلمين وهم مشركين مباشرة الآن لا أصبحوا يريدون أن يضربوا المسلمين بطريقة فيها خبث أكثر وفيها دهاء أكثر وفيها مكر أكثر فدخلوا إلى الإسلام ودائماً محاولة ضرب الإسلام من داخله أخطر بكثير من مواجهته والإسلام كما يقول كثير من العلماء دين إذا ووجه أحيته المواجهة المسلمين إذا تمت مواجهتهم تحييهم المواجهة ولكن الإشكال يكون من الهدم من الداخل الأمر الثاني في كثير من آيات الحديث عن المنافقين تتحدث عن العلاقة مع غير المسلمين العلاقة مع الولاء للمشركين كهذه الآية ليش؟ لأن المنافقين أصلاً يقومون على فكرة مناصرة الأعداء على المسلمين على الصف الإسلامي وعلى الجسم الإسلامي لذلك نرى أنهم يطعنون المسلمين في ظهرهم في أحرج الساعات وبطريقة أبشع بكثير مما يفعل المشركون مثال ذلك ما جرى في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه ألف مقاتل كان بينهم منافقون كان بإمكان المنافقين أن لا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطة ولكن عبد الله بن أبي بن سلول ومعه الثلاثمئة اختاروا أحرج الساعات لينسلخوا عن الجيش وهي ساعة التقاء الجيشين ساعة أن تراء الجيشان والتقى الصفان قبل اللقاء هذه المرحلة مرحلة التخلي والطعن في الظهر في هذه الحالة أقسى بكثير مما لو كان عدم مشاركة ابتداء فانخذل هو وثلاثمئة من الجيش أيضا المشركين أقسى محنة تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام فعلها المنافقون أقسى أذى حديث الإفك هو أقسى عليه من كل الأذى الذي تعرض له في مكة كان المنافقون يعني المشركون لم يتجرؤوا أن يفعلوا ذلك لم يتجرؤوا أن يطعنوا النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في زوجته وفي أهله لم يفعلوا ذلك أبدا فعل ذلك المنافقون فهم أخطر بكثير وأقسى وطأة على المسلمين لذلك الله عز وجل قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون في مرحلة تمييز العدو من الصديق في مرحلة تمييز العدو من الشريك يجب أن يعامل المنافقون على أنهم عدو في خاصرة وفي ظهر الأمم